تتصاعد الاحتجاجات في العراق ومعها يسقط المزيد من القتلى والجرحة لسيما بعد محاولات فضل اعتصامات وحرق خيام المعتصمين في الساحات المختلفة ففي مدينة النجف جنوبي البلاد سقط قتلى في سفوف المعتصمين وأصيب العشرات بعد اشتياح أنصار مقتدى الصدر أو ما يعرفون بأصحاب القبعات الزرقاء لأحد مخيمات الاحتجاج وفي ظل تلك الأحداث دعا محافظ النجف إلى تدخل حكومي عاجل في حين طالب رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي الحكومة المستقيلة بحماية المتظاهرين لحين تشكيل حكومته وسبق أن دعا زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى مساعدة قوات الأمن في فتح الطرق التي أغلقت على مدى أشهر من الاعتصامات والاحتجاجات وطالب بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها بعد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء وتواصلت الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن الجنوبية اعتراضا على تكليف علاوي بتشكيل الحكومة ومحاولة أنصار الطيار الصدري إخلاء ساحات الاعتصام من المحتجين